عايزة تقلل حضرتك كمان عن كوادر الأسدزة اللي موجودة داخل الجامعات الدولية لأنه حضرتك بتتكلم عن تخصصات جديدة ما كانتش موجودة عندنا قبل كده ازاي بيتم اختيار هذه الكوادر الجامعية علشان تقدر تؤهل الطلاب دول لسوق العمل اللي بالتأكيد متطالباته بقت مختلفة عن قبل كده احنا الحياة عندنا نموذجين من الكوادر الأكاديمية عندنا نموذج الكوادر الأكاديمية الموجودين في الجامعات المصرية والكوادر الأكاديمية اللي أخذوا دكتوره من بره ورجعوا بالإضافة لإحنا عندنا نموذج فريد الحقيقة اللي إحنا بنتعاون مع المصريين الموجودين في الجامعة الخارجية فعندنا أحد نمازج التعاون إن إحنا بيبقى فيه أحد الأساس الموجودين بره خصوصا في التخصصات النادرة زي السايبر سيكوريتي وإنترنت الأشياء والزكاة الاصطناعي فبنتعاون مع الأساس المصريين الموجودين في الخارج إنه هو بيدرس أونلاين للطلبة 12 أسبوع وبنصديفه عندنا في جامعة العالمين لمدة أسبوعين إنه بييجي مع الطلبة فيس وفيس وبالتالي الطلبة بتقدر تتعرف على المهارات والمعلومات الحديثة الموجودة في العالم إزاي الطالب اللي موجود داخل هذا النوع من الجامعات بيختلف عن الطلاب الأخرى إلا يعني المؤهلات والمميزات اللي هو بيكتسبها مع وجوده داخل الجامعات دي إحنا الحقيقة بنأكد على الطالب إنه هو خلال دراسته لابد إنه يكتسب خبرات خارجية من ضمن النشاط اللي إحنا بنعمله اللي إحنا فيه مجموعة من الطلبة عندنا بتتعاون مع طلبة في جامعات خارجية وده حصل الفصل اللي هو انتهى ده فصل الربيع اللي انتهى إن كان عندنا مجموعة من الطلبة بيعملوا مشروع مع مجموعة من الطلبة في جامعة فرجينيا تيك باللغاية المتحدة وكانوا شغالين أونلاين مع بعض وقدرنا الحقيقة اللي إحنا نصطديف الطلبة بتاعة فرجينيا تيك عندنا لمدة أسبوعين والبروجيك ده دخل مسابقة في جامعة فرجينيا تيك من 40 مشروع والطلبة المشروع ده من الطلبة بتاعنا والطلبة بتاعهم فازوا الحقيقة بالمركز الأول من وسط 40 مشروع من طلبة فرجينيا تيك فاحنا بهمنا إن الطالب دايما بنعرضه إنه هو يكتسب خبرات خارجية من زميله في الخارج بالإضافة إلى المشروعات الكثيرة اللي إحنا بنعملها للطلبة وبنعمل ما يسمى به الاكسترا اكتيفتيز اللي هي النشاط الإضافي إنه إحنا بنخلي الطالب خلال السنة إنه هو يعمل مشروع مع زميله بعيد عن المنهج الدراسي بحيث إنه هو يطلع فيه قدراته فبالتالي بنخلي الطالب دايما زي ما بنقول بيفكر دار السندوق ده نقطة مهمة جدا يا دكتور اللي حضرتك بتتكلم عنها دي إنه يكون في شراكة مع جميعات مثلا في أمريكا لو حضرتك بتكلم على تخصصات زي طب الأسنان فكلنا نعلم إنه طب أسنان وصيدالة لما بيسافروا بيطاروا أنهم يعادلوا شهاداتهم وياخدوا وقت كبير علشان يشتغلوا مثل هذه الشراكات تؤهل الخرجين إنهم يقدروا أنهم يروحوا هذه الدول ويشتغلوا من غير ما يعادلوا شهاداتهم يا حضرتك قلت مثلا طب الأسنان الحقيقة السنة اللي فاتت استضافنا أحد الأسادزة من جامعة هارفرد جلنا من خلال الفول برايت وراجع البرنامج الدراسي بتاعنا بتاع طب الأسنان بتاع جامعة العالمين وعملوا مطابقة مع برنامج طب الأسنان بتاع جامعة هارفرد والحقيقة كتب لنا شهادة أو جواب إن إحنا ما ندرسه للطلبة يضاهي ما يدرس في جامعة هارفرد فده بيسهل على الطلبة بعد كده لما تحب تكمل برة تسافر وكمل الدراسات برة إنه هو ماشي في نفس التراك اللي كان ماشي فيه فبالتالي مش محتاج إنه هو يعيد حاجة أو يبدأ من أوله جديد البناء التحتية اللي موجودة هنا ويمكن ده إحنا بقينا بنشوفه يعني السنين اللي فاتت وكنا بنشوف بحالة من الإبهار الحقيقة زي ده بيتحقق في الوقت الأوليل ده زي ده خدمك وساعدك داخل الجامعة التطور الكبير اللي حصل في مدينة العالمين في البناء التحتية والترق طبعا ده ساعدنا الحقيقة كتير إن الطلبة يقدروا يوصلوا للجامعة بسهولة بالإضافة إلى إحنا كمان بيهمننا أكتر البنية التحتية التكنولوجية الجامعة الحقيقة مجاهزة في بنية التحتية التكنولوجية عالية جدا يعني لما بيجلنا إحنا بيجلنا دايما زيارات كتير من أسات زي أجانب حتى وأسات زي مصيرين موجودين في الخارج فبيقولوا إن اللي موجود عندكم في الجامعة ده مش موجود في جامعتنا فبالتالي إحنا الحقيقة زي ما بيقولوا يعني بناخد أعلى حاجة في التكنولوجيا عندنا بنحطها في جامعة العالمين في المعامل عشان الطلبة عشان طلوة دايما نشوفوا الحاجة الحديثة بالإضافة طبعا إلى أن المدينة نفسها جامعة مدينة العالمين الجديدة هي مدينة زكية فبالتالي كل ده بينعكس على الجامعة يعني أنا يمكن كنت أسأل حضرتك السؤال بتاع رد فعل الناس إيه زوارنا اللي بيقولكوا الجامعة من مختلف دول العالم إيه أكتر حاجة بيتكلموا عنها لما بيزوروا العالمين الجديدة وبيشوفوها إيه اللي بيلفت نظرهم هنا إحنا من ضمن بيبقى برنامج زيارة الجامعة بيبقى فيه برنامج لزيارة المدينة الحقيقة فإحنا بعد ما بيزوروا الجامعة بيتعرفوا على إمكانياتها وبيشوفوا المعامل الموجودة في الجامعة بيزوروا المدينة الحقيقة هم بينبهروا بيه اللي حصل في مدينة العالمين الجديدة ولما بيجوا السنة اللي وراها بينبهروا بالسرعة اللي التطور والتقدم الكبير بتحصل في المدينة فده كل الحقيقة يعني بيساعدنا على أن احنا نعمل شركات مع جماعات لأنه بتحس أن فيه جدية في التعامل مع هذه الجماعات